يعني كلما جئت إلى الأردن نظرت طبعا بحب ولكن بإعجاب إلى ما يجري في الأردن هذه النهضة الجميلة هذا التطور هذه النظافة يعني هذه الدولة التي تبدو معالمها كيفما توجهت وكيفما ذهبت يعني تشوف هذه الواحة الناصعة في هذه الصحراء القاحلة حولنا حول الأردن عندما ترى كل ما يجري حول الأردن هذا التلبن هذا المناخ القاتم هذا المناخ القاتل أحيانا المدمر عندما تنظر إليه وترى الأردن تقول الحمد لله أنه لا يزال عندنا أردن لا تزال عندنا عمان الله يحمي هذا البلد الله يحمي شعبها من كل قلب يبولى والله يوفق المسؤولين جلالة الملك له دور عظيم في هذا التوجه لأنه تعرف أهمية الزعيم أو القائد ليست كيف يزج بشعبه ومؤمته إلى الحروب وإلى الهلاك ولكن أهمية القائد دائما هي كيف ينقذ شعبه من الحروب ومن الهلاك بعدين صحيح لم تعجب مواقفه لم تعجب بعض الأنظمة ولكنها في الحقيقة عجبت ولا قد صدن إيجابيا عنده معظم الناس معظم الناس في كل الدول العربية يعني حتى في دول الخليج حتى في قلب السعودي اكتشف الناس لأننا استشفوا أن لا مصلحة تلي لا من قريب ولا من بعيد في المواقف التي اتخذتها لم تكن لمصلحة لا مادية ولا معنوية ولا سياسية ولا غيره أنا كنت صادقا في طرحي كنت صادقا في التعبير عن مخاوفي كنت صادقا في التعبير عن انتماء القوم العربي وما قلته قبل خمس سنوات أصبح للأسف واقعا اليوم في سوريا وفي غير سوريا فإذن أنا اليوم كثير من المعارضين السوريين الذين انتقدوني من خمس سنوات اليوم والتقيت العديد منهم يشيدون بموقفين ويقولون أنت كنت على حق نحن كنا المفتئين حبّة يعني متل كل علاقة اللبنانيين بالأردوى متل كل علاقة الأردنيين باللبنان يعني نحن نعتبر نفسنا شعب واحد على مر التاريخ يعني منذ زمن الله يرحمه الملك حسين وفي عهد الملك عبد الله الذي يطول بعمره دائماً لبنان كان بدك تقول الوطن الثاني لللبنانيين يعني نحن أبناء بلاد الشام تربطنا روابط كثيرة روابط أحياناً عائلية روابط ثقافية روابط اجتماعية روابط تقليدية يعني تراثية لغتنا متشابهة أذواقنا متشابهة مأكلاتنا متشابهة عاداتنا متشابهة لذلك يعني هذه هي بوطقتنا هذه هي منطقتنا وأنا بالنسبة لي الأردن هو وطني الثاني كان قبلاً وهو اليوم وسيبقى دائماً وأهل الأردن الأردن أعتبرهم دائماً أهلي أو لا وعندك الإعلام شبه الحر بقى الله يساعد الجهتين يعني زملاء الإعلاميين سواء كانوا في هذه الجهة أو تلك قول الله يساعدهم لأنه في هذا الزمن اللي عم تطلطن فيه الأراء وتطلطن فيه الأحقاد وتطلطن فيه الأفكار وغيره يعني كيف بدك إخواني الصحفيين والإعلاميين الشرفاء كيف بدك ياهم يقدروا يتحركوا بقى هم يتعايشون مع هذا الوضع أنا بقول لهم الله يساعدكم وقال الله يعينكم وقال الله يوفقكم أهم شيء بقول لهم يعني أتقنوا عملكم كونوا أوفياء لمهنتكم حاولوا أن تكونوا موضوعيين لأن هذا هو مبدأ الإعلام ومبدأ الصحافة حاولوا أن تكونوا موضوعيين في تناولكم للأمور وفي عرضكم للأمور إلى المشاهد لأن المشاهد له عليكم حق والحق أن تصدق أن تكونوا صادقين معه لذلك كونوا صادقين ما استطعتم مع المشاهد أو مع القارئ أو مع المستمع واضع ما عندها الأحلام كبير يعني وأنا إنسان قنوع وإنسان واقعي وأتعامل مع الحياة كما تأتي ولكن أتعامل مع الحياة بهيك بنوع من التواضع وبنوع من القناعة وبنوع من الواقعية لأنه تعرف إذا لم تكن واقعيا وأفكارك بمكان آخر فستصاب بخيبة أمل كبيرة في النهاية لذلك أنا أتعامل مع الحياة مع كل ما يحيط به بشيء من الواقعية ومن المحبة أيضا أتعامل مع الناس بكثير من المحبة لأنه ما فيني إلا أن أكون محب مع الناس هذه هي تربية هذا هو ديني والذي هو أيضا دين الإسلام أيضا دين التسامح ديني في المسيحية هذا هو ديني التسامح والمحبة وأترك الأمور تسير كما يشاء القدر ديني في المسيحة أيضا ديني في البداية تسير 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 ثاني